هاني رمزي عايز يعني دفاتر هاني رمزي مش مجرد صفحات او حتى يعني في كتاب الكرة المصرية هاني ملزمة في كتاب الكرة المصرية هاني رمزي يعني احترف وهو ابن يعني الثمنتاشر سنة احترف وعاشها ويعني قبل ما اقول مواقف جماعتني بالمحترف جدا جدا هاني رمزي اقولك ياكفي لما تبي ماشى معاني رمزي في باريس مثلا ويتقاله رمزي رمزي لا شيء فخر لين طبعا الان لدينا مو صلاح لكن كانت معاني رمزي لها طعم اخر لما يكن وقتها ترديد اسم نجومنا في الشارع في الشارع انا مش بتكلم على مدرج بكلمك لما جالنا باريس واحنا نلعب مباراة مصر وفرنسا وقابلته على باب لوتيلا انه بقالي فترة ما شفتوش وكان اعتقد وقتها مصاب لكن التزاما جيل منتخب مصر وبالتالي هاني رمزي لما تقولي عنه حاجات معرفش ليه هو ما بيقولهاش لان ده حق اجيال عليه لازم نقول انه عرف الاحتراف مبكرا وعرف الاحتراف مبكرا هاني رمزي في مالي 2002 اصيب في رجبته في مباراة الكاميرون وكابتن جاري كل شوية اندهله بين الشوتين انا كنت فوقيهم كده وكان معايا الله يرحمه عمر مصطفى فهمي درجة ان انا كنت مفعم جدا بالمباراة يعني فنطيت كده مترين عشان انزل هاني رمزي رجبته كان فيها خرم من سن جزمة من واحد من لعبت الكاميرون يعني دون قصد يعني كل اللعبة لفرق كانت هاني رمزي مسؤالها حاجة كبيرة طبعا لكن قال لك كابتن جاري جملة لان انساها قال له هاني بند عليك رد عليها قال له كابتن لو بسطلك هقع من شدة الالم واثر انه استكمل جزء اخر من الشوت التاني يعني رمزي كان استطيع كان استطيع ان يعيش خارج مصر طول عمره يكفي انه في كايزر سلاوترن حين جاءه عرضه اسباني اعتقد في اخر موسمين ليه قيل له انا عرفت ده من ناس عايشة اناك مش من هاني والله قيل له انت بقيت جزء من المدينة وسيكون هناك تمثال نصفي او حاجة كده يعني فازاي انت تروح عشان تلعب او ما تلعبش يعني دي حاجات ما تتعملش بمشاعر خواجاتي او اوروبية يعني لكن شوف ادي ايه هاني كان مؤثر في محيط مدينة كاملة مش في نادي او الفانز بتاع نادي هاني رمزي لو اتكلمت يعني وفردت جزء زي ما قلتلك من صفحات ملزمة في كتاب الكرة المصرية الحديثة هاني هاني رمزي نحتاج حلقات وحلقات تحياتي لكابت مصطفى عبدو وكابت هاني رمزي صديقي العزيز طبعا ان كلام عن الكابت هاني رمزي محتاج حلقات كبيرة جدا وحلقات طويلة جدا كابت هاني رمزي طبعا من هو صغير في النادي الاهلي من مدس الكورة الى الدرجة الاولى لعب مراحل الناشين كلها كان محبوب جدا من الناس كلها محبوب جدا من اللعيبة اللي في النادي كله مش فرقته بس هاني رمزي من الناس اللي هي كانت ملتزمة جدا من هو صغيرة لغاية مبطل القرى ملتزم جدا جدا لعيب كبير كل الناس كتبت تتوسم فيه ان هم هيبقى لعيب كبير وفعلا ده اللي حصل لعب صغير جدا في الدرجة اللي في النادي الاهلي اهجاد بشكل كبير جدا وانا شايف ان هو من احسن الناس اللي لعبت في هذا المكان يعني في هذا المركز يعني واذا كان افضلهم يعني من وجهة نظري طبعا يعني مع احترامي طبعا والكابات الكبار اللي سبقوه اللي جون بعده طبعا الناس كبار جدا ولعيبة كبيرة فاع li 해� Voilà شاعاف ماول الفعات الكابتن هاني رامزي من احسن والase لعبت في هذا المركز يعني لانا لعبتي قدامه علبت معاه وازملته كثير جدا في الملاعب يعني فاثمنى طبعا التوفيق كان لمدرم كبير جدا الآن ديال اللي هو مهرمها المتخب الأولمبي فيators�وال بολاندن كان ناجح جدا إعلامي كبير اتمنى طبعا التوفيق لكابتن هاني رامزي ومي AMY ادت الأاحتراف بشكل كبير إعند الناس كتبير وطبعا من الناس التي قدت الاحتراف بشكل كبير جدا بالتزام ومنضبط جدا يعني شاف ان هو ومحمد صلاح اكتر اثنين خرجوا من مصر في الاحتراف ادوه بشكل رائع جدا وشكل كبير جدا والتزاما مواعيدا كل حاجة عملوها مظبوط محمد صلاح طبعا مستمر الغتي النهاردة انا تمنا له التوفيق طبعا وتمنا له النجاح اكتر واكتر كابتن هاني رمزي من الناس اللي هي طول عمرها ملتزمة جدا طول عمرها اخلاقها عالية جدا الناس كلها والله بجد الناس كلها كانت بتحبه جدا وهو كان يحب الناس كلها مفيش حد تتكلم على هاني او قال عليه كلمة مش كويسة لان هو طبعا كان محبوب جدا من الناس العيد كبير مش قليط بتكلم مع الناس كلها بطريقة كويسة جدا انا شفته وعرفته كويس لان هاني رمزي انا متربي معا ومتربين كلها مع بعض في النادي الاهلم انه احنا صغارين لغاية الدرجة الاولى هاني رمزي كمان عايز اقول ان هو اعلامي قدير جدا وبتفرج عليه بشارة ناس كتير جدا اعلاميين في الرياضة بيشكره في هاني وبيشكره في تمييزه في تقديم البرنامج بتاعه او اي برنامج بيقديه هاني رمزي محترم جدا انا احبه جدا يعني اتمنى طبعا التوفيق كتير هاني رمزي واتمنى له التوفيق والنجاح في حياته اذا كان مدرب او اعلامي وانا اتمنى ان هو يكون مدرب احسن اكتر يعني هاني رمزي امير المحترفين لا هاني رمزي المحترف بجده هاني رمزي في تقدير الشخصي واحد من اهم التجارب للعيب المصريين اللي احترفوا في الخارج وعايزين تشوفوا حجم نجاح هاني رمزي او نوعيته هاني رمزي يا جماعة من خلال خمستاشر سنة اول مطلع محترف من سنة التسعين لغاية لما رجع في خمستاشر سنة تقريبا لعب في ثلاث اندية فقط وده معيار النجاح والاستقرار فيه لعيبة كتيرة راحت لاندية كبيرة يقعد فيها الشتاء والصف يمشروه لو راح الشتاء والصف يمشروه كان فيه لعيبة بتقعد ثلاث شهور في كل نادي لكن تجربة نجاح هاني رمزي قيمتها في هذا الاستقرار وازاي الاندية اللي لعب فيها تمساكت بيه لما راح بدأ سنة التسعين في نيوشاتل زاماكسل السويسري قعد تقريبا اربع سنين في نيوشاتل لما انتقل بقى للدور الالماني بدأ بفيردر بريمن قعد اربع سنين ايضا لما راح كايزر سلاوترن قعد سبع سنين فعنده نجاح كبير جدا في تمسك الاندية اللي انتقل اليها بيت انجاحه هاني رمزي بالمناسبة انا اول حوار صاحب في اجريته كان مع هاني رمزي هاني رمزي موليد تسعة وستين تقريبا سنة ستة وتمانين سبعة وتمانين في الفترة دي كان بدأ يطلع وكابتن انور سلامة يصعده للفريق الاول مع عادل عبد الرحمن ومحمد عبد الجليل وعمر انور واحمد حسين تقريبا ويهاب جلال انا فاكر المجموعة ديت وانا فاكر حوار هاني رمزي عملته لجريدة صوت الجامعة في كلية الاعلام عن نجم مصر الذي لم يبلغ سنة الرجد كنت شايف فعلا انه لما كابتن انور سلامة صعده وكابتن محمود الجهر يهتم به وصعده وخده للمنتخب الاول من وقتها وكان باين جدا ان هاني رمزي نموذج للاعب جاد اعتقد سماته الشخصية ثقافته روحه ايرادته شخصيته اهلته كتير جدا انه ينجح في مشوار الاحتراف خمستاشر سنة هاني رمزي ثلاث اندية فقط اعتقد المحترف نموذج لكل اللعيبة المصرية شفت اللعيب لما بيسيب بصمة في الاخلاق وفي الالتزام وفي كل شيء الناس بتكلم عنه هو ده المكسف الحقيقة كابتن بصراحة بعيدا طبعا عن اي حاجة طبعا بشكر طبعا استاذ عصام الشلطوت اه على الكلام الجميل اللي قاله وهو فعلا يعني وصديق عزيز وامتبعني من ايام ما كنت اه بلعب كورة وهو على المستوى طبعا الشخص انسان محترم جدا على المستوى المهني راجل بيحب مصر جدا جدا ودايما بيعمل للصالح العام طبعا ايهاب جلال اه عشرة عمر زي ما قال يعني حارس مرمى كبير واتمنى له التوفيق طبعا دلوقتي هو الحارس او مدرب حراس مرمى منتخب الشباب على المستوى الشخصي ايهاب انسان جميل جدا ملتزم جدا من ولادي النادي اللي عشت معه فترات طويلة طبعا بشكره على الكلام اللي قاله طبعا استاذنا الكبير استاذ ابراهيم المنيسي حبيبي اه يعني الكلام اللي بيقوله يعني كلام محترم جدا وانا بحبه على المستوى المهني كمان زي ما قال اه كان اول لقاء اه وانا كنت فاكر ان يعني اللقاءات الصحفية وانا صغير كنت شوية ببقى مخطوف منها شوية استاذ ابراهيم المنيسي حاول يطلعني من من الخضة ديت واكيد طبعا كلنا بنتابع على قناة النادي الاهلي بالبرنامج العظيم اللي بيقدمه ملك واكتابة معه طبعا المهندس الصفقات الصفقات طبعا مهندس عبد القيعي فكل الشكر ليهم وده اللي زي ما انت تقول يا كابتن الحمد لله الواحد يعني بيصيب اثر وده اللي باقي اثر ايجابي بالنسبة للناس كلها موسيقى